مصادر من مجلس شورى ثواري بنغازي بمنطقة الصابري قالت للنبأ إنه عند الساعة الثانية والنصف صباحاً بدأت تحركات لسيارات عسكرية في المنطقة التي يسيطر عليها موالون لتنظيم الدولة وعبر اللاسلك سمعت تفاصيل تحركاتهم ما دفعهم لمراقبتهم حتى عبروا الطريق بعدد 12 سيارة عسكرية ومدرعة واحدة وسيارة مفخخة وكان خلط سيرهم من مقبرة سيدي عبيد إلى تقاطع بريد السلماني حيث حدثت منوشات خفيفة جداً مع نقطة تفتيش تابعة للكرامة لم تستمر حتى النصف ساعة ومنها إلى جزيرة سيدي يونس تركين خلفهم السيارة المفخخة جانب أصوار مدرسة الشيمة بالسلماني وصلت السيارات إلى جزيرة العرب الطبية التي كان بها عدد من منتسبي جهاز النجدة الذي اعترض طريق السيارات وسقط منهم قتلى وجرحة دون أن يأتيهم دعم من أي جهة رغم وجودهم وسط المدينة وباطمئنان وصل عناصر التنظيم الطريقة الخالية تماماً من أي تأمينات إلى منطقة الهواري حيث التحمت بمجموعة أخرى لا تتعدى العشرين سيارة من المحور الغربي ساركة طريق الجنوبي الغربي ومنها إلى سلوك متجهة نحو الجنوب الليبي لم يتم رصد تحركات السيارات حتى الآن من أي جهة كانت ما يدل على توغلها إلى المنطقة الوسطى ترجمة نانسي قنقر